الكرة ما بعد الخسارة وما بعد الأمور هو ما أعلنه اتحاد الكرة حتى الآن وإن كانت كان فيه ضغوط سواء إعلامية سواء إدارية للاستقالة وكان فيه آراء بعض أعضاء مجلس الدراء بالاستقالة لكن الاعتماد على الوقت من هنا للخميس كل حاجة ممكن تحصل كل حاجة ممكن تحصل وكل الأطراف ممكن يكون لها رأي وبالتالي تختلف الاتجاهات الحالية عن الاتجاهات المتوقعة كمان ساعتين ثلاثة كمان يوم أو يومين مستنين بقى هما يعلنوا قراراتهم ومستنين يعلنوا قرار المنتخب الأولمبي من مدير الفني المنتخب الأولمبي من المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ايه قراراتهم الدنيا ماشية ازاي معهم بمناسبة كوريا ان هما بيلعبونا طبعا استعدادا لبطولة كاسر العالم نفسها ومعهم لعبوا مع البرازيل ولعبوا مع باراجواي معهم في المجموعة أوروغواي لعبوا معنا معهم في المجموعة غانا اللي كان بتلعب هي كمان بطولة ودية في اليابان واتغلب ومن اليابان النهاردة تونيس كسبت اليابان 3-0 بالمناسبة فرجاني سيسجل هدف الثاني منهم وعمل مباراة كبيرة قوي تونيس المعسكر ده تحت قيادة جلال القدري انتصار في أول التصفيات على غينيا الاستوائية ثم تعادل مع بوتسوانا وبعدها فوز في مباراة شيلي بهدفين في البطولة الودية قبل ما يكسبوا البطولة بطولة كيرين اللي بتلعب من زمان قوي في اليابان بقى اكتر من 30 سنة فكسبوا اليابان نفسها بثلاثية دون مقابل مبروك لمنتخب تونس النهاردة تحدد الفريق الاخير اللي هيشارك فيه المنديال منديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل وهو منتخب كوستاريكا كان ملحق بيقام هناك في العاصمة القطرية الدوحة كانوا بيلعبوا مع منتخب نيوزيلاند وسجلوا هدف في أول 3 دقيقة من زمن المباراة كرة عرضية وبعدها المهاجم بيلمسها كده فتتحول في شباك منتخب نيوزيلاند 2022 منتخب اكتملوا وطول ما احنا بنتبع الحقيقة التصفيات بملاحق التصفيات بمتشاط التصفيات باحتفالات المتأهلين إذا المنديال بتحز في نفسيتنا بتبقى متعبة قوي فاللي كان السبب هو السبب مش عارف مين بس انتو كتير يعني اللي هم السبب كتير ومنه الحظ الحظ كان سبب أكيد من أسباب عدم وصلنا للمنديال تعالى أنا استعرض بقى مجموعات المنديال الثمانية بيتعاملة زي قطر المستضيف في مجموعته الإكوادور والسنغال وهولندا المجموعة التانية إنجلترا إيران الولايات المتحدة وأضيف إليهم ويلز كأحد آخر الفرق المتأهد للمنديال المجموعة التالتة الأرجنتين السعودية المكسيك بولندا مجموعة الرابعة فارنسا الدينميرك تونس أستراليا تأهلوا مبارح فانضموا إلى هؤلاء مجموعة الخمسة إسبانيا ألمانيا اليابان كوستاريك نضموا النهاردة آخر المتأهلين إلى مجموعة فيها قواتين عزميين يعني إسبانيا وألمانيا طبعا اليابان فريق تئيل مجموعة السادسة بلجيكا والمغرب وكرواتيا وكندا مجموعة السبعة البرازيل صربيا سويسرا والكاميرون وأخيرا البرتغال رفقة أوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا 21 نوفمبر إن شاء الله المونديال يبدأ طيب تعالوا نسيب المنتخب شوية عشان التفاصيل هتبقى مع الكابتن علاء نبيل أكتر وأكتر وأكتر اشتركوا في القناة